أكدت مستشارة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز دعمها لفريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار وقالت وليامز إن اجتماع الفريق وجها لوجه للمرة الأولى في تونس يمهد لتفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار وخلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 زاية 5 شددت وليامز على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض مشيرة إلى أنه تم بحث مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح كما شددت وليامز على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب في انتخابات أو في انتخاب من يمثله جاء ذلك قبيل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية بشان ليبيا حيث التقت وليامز بكبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والأمم المتحدة ومصر وتركيا لبحث آخر التطورات في ليبيا معربة عن ترحيبها بالدعم المقدم من هذه الدول للدفع بتنظيم الانتخابات للمزيد معنا من بنغازي الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد العبود ومن طرابلس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة أسنوسي اسماعيل مرحبا بكم ضيفية الكريمين أبدأ معك دكتور أحمد إذن مراثون الرمق الأخير تقوم به الأمم المتحدة على ما يبدو في وقت ربما ينقضي فيه الاتفاق السياسي في الرابع والعشرين من يونيو ما الذي تبحث عنه فعليا الأمم المتحدة في ليبيا أول مساء الخير تحية لك وضيفك الكريم من طرابلس والحقيقة ما تبحث عليه الأمم المتحدة استطيع أن نلخصه في ثلاث قضايا رئيسية القضية الأولى هي استمرار بقف اطلاق النار والدهب باتجاه الدفع والتقدم في مصار 5 زي 5 وهنا أقول بأن اجتماع تونس يأتي أيضا لتكملة ما حدث الفترة الماضية في إسبانيا وفي المغرب من مصار للتقديم خارطة لتفكيك الحالة الميليشيوية الجميع مدرك بأن من يعيق الانتخابات ومن يعيق عملية التحول الديمقراطي هي الميليشيات اليوم هناك تأكيد دولي على أن الخطوة القادمة في اتفاق جنيف المصار العسكري 5 زي 5 هو حل الميليشيات وتسريح هذه الميليشيات هناك تصنيف لثلاث مجموعات الميليشيات هناك المجموع فيها ألف وهي فيها شبه نظامية يستطيع من خلالها اتباع أليات الدمج في المؤسسة العسكرية وهناك المستوى الثاني وهو بحاجة للتدريب والتاهيل حتى يتم دمجها في المؤسسة العسكرية والأمنية وهناك المجموعة الثالثة وهي التي تصنف بأنها مجموعة ايدولوجية عقلية إسلاموية ريديكالية وبالتالي سوف تصنف بأنها بين مزدوجين تنظيم القاعدة أو داعش ومنعي من هذه التنظيمات الرهبية وهذه لا ينفع معها إلا المواجهة والاستخدام القوة هذا المصار العسكري أعتقد بأن هذه القضية الأولى القضية الثانية طبعا إخراج المرتزقة القضية الثالثة إنهال وجود العسكري وهي قضايا مسلم بها لكن المهم لبلاد الأمم المتحدة في هذه المرحلة الحرجة هي المحافظة على وقف أطلاق نار وتثبيته والدفع باتجاه وجود رقابة دولية على هذا المصار جهنات المصار الثاني وهنا ألوم صراحة المجتمع الدولي وألوم السيدة ستيفاني بأنها لأول مرة بعد عشر سنوات من حالة الصراع الممتد في ديبيا استطاع الليبيين عبر مؤسسات سياسية وعبر المؤسسات القوى الفاعلة أن توجد ذلك الاتفاق الذي فتح الباب لإنهاء هذه الحكومة التي نصنفها بأنها حكومة فاشلة وبأنها مسؤولة على فشل الانتخابات في 24 ديسمبر وانتخب المجلس نواب بالتوافق مع مجلس الدولة سيد فتحي بشاغة الذي وضع في برنامجه السياسي الدفع باتجاه الدهاب الانتخابات في أجال قصيرة حددها في 14 شهرا وفقا للإعلان الدستوري لإعلان الدستوري التعديل الثاني عشر خارط طريق تنص على أن هناك المرحلة الأولى وهي محاولة إجراء تعديلات جوهرية في دستور 2017 فإذا ما فشل المجلسين يذهب إلى أنتاج لزنة مصغرة تضع قاعدة دستورية في شكل قانوني لانتخابات التشريعية ورئاسية المجتمع الدولي استطيع أن أقول بأنه خذل الليبيين وننتظر منه في شهر يونيو وتاريخ نهاية ولاية السلطة التنفيذية بالكامل المسر رئاسي وحكومة سيد بيبة وفقا للاتفاق جنيف ننتظر منه أن يدعب هذا المصار هناك من ينتظر أيضا من الأمم المتحدة ويترقب ماذا سوف يحدث في القاهرة لأن القاهرة سوف تستضيف اجتماع للجنة الدستورية بالمجلس النواب ومجلس الدولة نعم والكل يترقب ذلك هناك من يقول بأن المجلسين توافقا نعم سنبحث بعد قليل في توافقا عن المياربين وإيجاد هذا التوافق الحقيقي سأعود إليك دكتور أحمد ولكن أسأل سنوسي إسماعيل في اجتماعات تونس إلى أي حد تظهر اجتماعات تونس أن الأمم المتحدة بالفعل لديها خارطة طريق واضحة تدفع بها أم أن الغموض ما زال سيد المشهد وأن الأمم المتحدة لا تمسك بزمام المبادرة على الأرض تحية لك طيبة ولي ضيفك ولكل السادة المشاهدين في اعتقادي بأن البعثة الأمم المتحدة بعد ربما أن فشلت في أن توصل الليبيين إلى انتخابات بعد استقالة ستيفاني أو تركها العمل ثم جاء السيد كوبيتش بعدها ثم استقالها والآخر وعادت ستيفاني من جديد ليس كرئيسة للبعثة وإنما كمستشارة للأمين العام بسبب خلافات مجلس الأمن حول رئيسة من يترأس البعثة فهذا أضعف دور البعثة وهي أعتقد بأنها الآن تحاول أن تبحث عن دور ما بحيث تريد أن تعود إلى الواجهة وتريد أن تمسك بزمام الأمور في ليبيا بعد أن خرجت الأمور من سيطرة البعثة الأممية على العملية السياسية في ليبيا وذلك بعد توافق الأجسام السياسية والأجسام الفاعلة كما ذكر السيد العبود وهذا التوافق تم على مسار دستوري وعلى مسار تنفيذي فالمسار الدستوري نعلم بأنه الآن وصل إلى مراحل متقدمة ليس طبعا للبعثة دور في ذلك إنما هي فقط متابعة وللأسف هي تنقل تقارير غير دقيقة عن ليبيا هذه البعثة الحقيقة في وجهة نظر على الأقل يعني أصبح دورها غير فعال بل ربما قد يربك التوافق الليبي الليبي الذي انتظره الجميع وهذا التوافق لم يأتي من فراغ أتى بعد قناعة الأطراف الليبية بضرورة هذا التوافق والسير قدما فيه وأيضا بسبب التوافق الإقليمي وهذه مسألة مهمة جدا لأن الآن هناك دول أصبحت هي دول ربما تكون حتى دول عظمى لكنها الآن تريد أن تبحث عن دور يعني تريد أن تبحث عن دور أو تبحث عن ما الذي حصل ما الذي حدث كيف يتقارب الليبيون بهذه السرعة بينهم طبعا أنا لا أقول أن التوافق كامل هناك بكل تأكيد من يعارض هذا التوافق لأسباب ربما لا يسعى المقام لذكرها ولكن هناك انطلاقة حقيقية لعملية توافق ليبي ليبي وهذه المسألة الحقيقة يبدو ليبي أنها غائبة عن فهم البعثة لطبيعة العملية السياسية في ليبيا لأنها الآن تحاول أن تركض من أجل سيدة ستيفني تركض من أجل محاولة استعادة زمام الأمور والسيطرة من جديد عن العملية السياسية يعني الركوب فوق الموجة التي تجري في ليبيا وهذا التوافق الذي يحدث ودعني أسأل دكتور أحمد العبود الأمم المتحدة تصر على إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة هل هذه الفرصة قادمة في الوقت القريب أم يجب أن نتريث بعض الوقت لأن السيدة دبيبة ما زال متشبث بالحكومة حتى مع اقتراب أجال انتهاء الاتفاق السياسي يعني فيه إشكالية بدأت ظاهرة وتناولها الأستاذ السنوسي في موضوع البعتة وعملها دور السيدة ستيفني تكون هي مستشارة الأمين العام واستمعنا نحن للجلسة الماضية لمجلسة العامن والتباحة حول اختيار ممثل جديد الأمين العام يلعب دور الرئيس البعتة الأممية وأعتقد بأن تم التوافق على أربع شخصيات وهذه الشخصيات أفريقية وأعتقد بأن أيضا مجازما بأن مع نهاية وإليه حكومة السيدة دبيبة سوف ترحل مع السيدة ستيفني ليستلم مبعوث جديد عمله فيه وإذا لم يسلم سيد أحمد العبود دبيبة هذه السلطة لا لا أنا أقول لك أنا أراه على فكرة سيد البشاغة تعامل بحكمة وموضوعية وعقلانية مع سيد دبيبة دبيبة الذي تملص من تعهداته سابقا عندما قدم تعهدا للجلة الحوار السياسي بعدم الترشح وقفت الأمم المتحدة مكتوفة أيضا في التعاطي معه كانت على الأمم المتحدة أن تقول كلمتها ومجتمع الدولي أن يقول كلمته فيما يخص خرقه لهذا التعهد المكتوب اليوم سيد بيبة يقول بأنه سوف يجري انتخابات في شهر يونيو ومضى شهر يونيو طبعا طرح طرح غير واقع وغير عقلاني منذ الوهد الأولى قلنا ذلك فيما بعد قدم خطة للانتخابات بالتزية وهذا لم أسبع منه في تاريخ الانتخابات على مستوى العالم للمعنى كل مدينة تجري انتخاباتها على حدة وقد تستغرق الانتخابات وفقا جداول زمنية لا محدودة وعندما وجد بأن كل هذه الحلول التي يقدمها في دار الانتخابات البرلمانية بين الزوجين حدول غير واقعية بدأ تصريحاته تقول بأنه لن يسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة وكأن سيدة بيبة عبر صندوق الانتخابات وهنا أقول صراحة على المجتمع الدولي وعلى المم المتحدة أن تقول كلمتها ونحن على أعتاب على أعتاب نهاية ولاية السلطة التنفيذية بالكامل وأن لا نكرر خطأ التمديد للسراج والتمديد والتمديد اتفاق الصخيرات الذي بدأ في 2015 وكانت مدته لمدة السنة وفي أقصى تقدير سنة وتبين أشهر استمر حتى 2020 يعني تاريخ سلام السيدة بيبة للسلطة فبالتالي لا نكرر مثل هذه الأخطاء هناك توافق داخلي يحدث لأول مرة وهناك مبعود دولي جديد سوف يستلم مهامه وأتمنى أن يتكامل المصار الدولي مع المصار الوطني الذي يتحقق اليوم لأول مرة بعد عشر سنوات المصار الدستوري سوف أقول لك بكل صراحة ما يحدث في القاهرة لن يقود إلى نتاج لذا يقول بأننا نملك قانونين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أتمنى إجراء تعديلات في قانون الانتخابات البرلمانية حتى يمكن الأحزاب في المشاركة في الانتخابات السياسية أعتقد بأن مهلت أو المرحلة الانتقالية المجدولة بسنة وأربع شهور مرحلة كافية للتقدم في المصار الأمني لأن إذا لم نتقدم في المصار الأمني إذا لم نعالج مشكلة الإشكالية إشكالية الميليشيات والتشكيلات المسلحة سوف تظل المشكلة قائمة أن هناك مجموعة من الميليشيات والتشكيلات المسلحة ستسيطر على القرار في طرابلس ستسيطر على المؤسسات في طرابلس هذا واضح دكتور أحمد هذه نقطة مفهومة وواضحة واسمح لي على المقاطع لكن حديث الأمم المتحدة دعني أسأل سيد إسماعيل السلوسي فيما يتعلق بقرب انتهاء آجال الاتفاق السياسي لو لم تكن هناك مخاوف أممية وأيضا مخاوف ليبية من حدوث تصادم لما اجتمعوا في تونس كان هناك اجتماع من أجل تلافي حدوث تصادم مع انتهاء هذه المهلة في حال رفض السيد الدبيبة تسليم السلطة نحن أمام أي سيناريوهات سنقول سيد إسنوسي فاعتقادي بأن بكل تأكيد تاريخ 21 يونيو وهو نهاية خريطة الطريق التي بصراحة فشلت البعتة في أن تنجز فيها مخرجات قوية تحل الإشكالية وبحكومة تسيطر على كل أنحاء ليبيا وتنجز الانتخابات هذا الحقيقة هذا المسار فشل ولذلك أعتقد بأن الأمور ستكون كالآتي من حيث المسار الأمني أو لنقل الحفاظ على الحالة السلمية الموجودة بناء على وقف اتفاق ووقف اطلاق النار هذه في اعتقادي بأنها ستستمر تبقى إشكالية أخرى وهي إشكالية عدم تسليم السلطة من قبل السيد الدبيبة هذه في اعتقادي بأنها تعالج بالحوار بين الأطراف لا يمكن التفكير في طريقة أخرى خاصة في أن السيد بشاغة ترك الأمور أن تسير بشكل سلمي ابتعد أساسا عن طرابلس لكي لا يكون عامل توتر لأنه عندما دخل بشكل سلمي إلى طرابلس تسبب ذلك في توتر كبير وأكادت الأمور أن تذهب إلى ما لا يحمد عقباه من أعمال عنف وغيرها ولذلك هو الآن يعمل من خلال سرط والحوار باب الحوار مفتوح أعتقد أن هذه الإشكالية إلى أي مدى سيصمد يا سيد السلسي هذا هو السلسي المطروح إلى أي مدى سيصمد في التعويل على الحوار سيد فتح بشاغة أساسا لا يوجد تفكير في غير هذا السبيل ويشجع على ذلك تمسك الأطراف السياسية الليبية شرقا وغربا وجنوبا باتفاق وقف اطلاق النار ويناهيك عن بعض الأصوات التي أسميها ربما أصوات تكون تعتمد التأزيم وتعتمد خطابات التطرف لكن دعك منها فهي لا تؤثر على هذا الناحية ولكن القوة الأساسية الكبيرة سواء كانت مسلحة أو كانت سياسية هي تريد الحفاظ على وقف اطلاق النار وتريد أن تكون هناك حالة استقرار عامة في ليبيا هذا الأمر أعتقد بأنه سيمضي قدما في سبيل إقرار بأن الحكومة التي تنجز الانتخابات هي الحكومة التي يتوافق حولها الليبيون لكي تمد سلطتها في كل أنحاء ليبيا وتكون لدينا وزارة داخلية تحمي كل سنة الانتخابات في كل ليبيا لا أعتقد الأقرب حكومة بشغة بطبيعة الحال حكومة سيدة بيبة منذ أكثر من سنة ونصف الآن لم تستطع أن تمد نفوذها خارج المنطقة الغربية وهذا إشكالية كبيرة بالنسبة لسيد بشغة أعتقد بأنه ربما يكون موهل أكثر أن ينجز هذا الجانب خاصة في ظل تكراره للتعاهد بأنه لن يدخل في الانتخابات القادمة التي ستكون بكل تأكيد رئاسية وتشريعية وهذا جانب مهم ولذلك فإن نجاح الانتخابات يعتمد على حكومة تعمل في كل مناطق ليبيا وكل أقاليم ليبيا غير ذلك سيكون مجرد استمرار لهذا المشهد ولا أرى أن هناك حلول في الأفق لا دولية ولا من الأمم المتحدة ولا من غير ذلك الحل في أيدي الليبيين دكتور أحمد هل تتفق مع سيد سنوسي اسماعيل أن الحل بيد الليبيين وأنه لن يكون إلا الحوار لحل هذه المشكلة وأننا لن ننزلق إلى التصعيد في النهاية لا أقترب من هذا التوجه أقول بأن اليوم في حوارات يجريها مجلس النواب مع بعض قادة التشكيلات المسلحة هناك حوارات يجريها أيضا السيد فتح بشاغة وفريقه الاستشاري مع بعض هذه التشكيلات هناك أيضا التلويح الدولي بمعاقبة كل المعطلين للعملية السياسية كل ذلك يتزامن مع نهاية ولاية خارط الطريق ونهاية ولاية السلطة التنفيذية كلفة الصراع أصبحت ضاهظة وأيضا النهج العقلالي الذي اتبعه السيد فتح بشاغة أقنع الجميع بما فيه المجتمع الدولي بأن حان الوقت من صحب هدي الشرعية التي تهاكلت وانتهت لصالح شرعياتي هو وأيضا ما يعزز ذلك إذا ما تقدم أو حصلت أي انفراجة في مصار المصار الدستوري سوف تكون قوة دفع جديدة للسيد فتح بشاغة حتى يؤكد للجميع بأنه سوف يجري الانتخابات التشريعية ورئاسية في أجار قريبة وهذا ما ينتظره المجتمع الدولي أقول بكل وضوح على المصار الدولي أن يدعم المصار الوطني الذي يتحقق للوهلة الأولى بعد عشر سنوات من حالة الصراع الممتد هذا التوافق الليبي يستطيع أن يبني عليه المجتمع الدولي والدول المنخلطة في الملف الليبي لصناعة حالة استقرار خاصة وأن كل التقارير القادمة من تونس تؤكد بأن المحافظة على وقف اطلاق النار لاتفاق على خارط التركيبات الأمنية لاتفاق على موضوع تفكيك الميليشيات والتشكيلات المسلحة البدأ في الخطوة القادمة وهي الدهاب باتجاه آليات رقابة على وقف اطلاق النار وهناك التهديدات المشتركة التي تهم كل الليبيين تنامي أعمال التنظيمات الأرهابية في الخط الصحراوي كل هذه قضايا تهم كل الليبيين وهي قوة الدفع باتجاه الجلوس دكتور أحمد والاتفاق على خارط الطلع الجديدة تنهي الصراع وتفتح الباب لإنتاج السلام والانتخابات هناك دعوات للمجلس الرئاسي بمنع التصعيد وجسر الهوى بين الدبيبة وبشغة هل تعتقد بأن المجلس الرئاسي سيد المنفي في أحسن رواق لقيادة هذه الوساطة؟ يعني سيد المنفي خلال الفترة الماضية تحلى بالهيدية وهو صنف ذلك بنفسه قال بأنني سوف أكون محايدا وننتظر منه أن يلعب دورة تقريب ما بين الطرفين كنت أتمنى أن يلعب ذلك خلال الشهر الماضي خاصة أن الأجار القريبة جاء نهاية ولاية خارط الطريق ونهاية السلطة التنفيذية على السيد المنفي أن يذهب مباشرة اليوم هو المنسر رئاسي لمحاولة إنتاج حالة سلسة وسلمية لتبادل لعملية تسليم واستلام السلطة وهذا لن يكون إلا من خلال حوار عميق يجريه السيد المنفي مع السيد فتح المشاغة وتشكيل الحكومة ومع السيد البيبة إذا ما أردنا الذهاب إلى حالة التسليم الآمل وتجنيب البلاد أي مجازفات أو أي يعني قلنا نقول بصراحة كداهي لأن هناك من يقول بأن السيد المنفي والمجلس الرئاسي سوف يفاجأ الليبيين بحل المجلسين مجلس النواب والدولة بخلال مرسو القانون وحل الحكومتين وتشكيل حكومة مصغرة يسميها حكومة انتخابات من خلال مرسوم القوانين وهذا أقولها بكل صراحة لا يستطيع السيد المنفي اليوم في ظل نهاية الولاية الاتفاق ونهاية ولاية الحكومة أن يدب بهذا الاتجاه عليه أن يثبت بأنه حريص على صناعة السلام والاستقرار في ليبيا وهذا لن يتأتى صراحة إلا من خلال الوساطة الحقيقية بين الحكومتين في اتجاه تجنيب بلادنا لأي مغامرة يدفع بها بشاغة أو يدفع بها عفوا السيد بيبة أو الميليشيات المتحارفة معه شكرا جزيلا لك دكتور أحمد العبود الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بنغازي أشكر من طرابلس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة سنوسي إسماعي